بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ما هو مذهب أهل البيت وكيف يمكن التعرف عليه من بين الروايات المتناقضة الواردة عنهم والأساطير الدخيلة في هذا المذهب كتب الأخ الشيخ طالب هادي وهذا اسم رمزي يبدو عليه اسم حركي لأحد علماء النجف وهو دائما يعلق في اليوتيوب ويكتب مداخلات عميقة تنبئ عن رجل يعني ظليع بالتعريخ الشيعي وبالفقه الشيعي وبالثقافة الشيعية ويقول أنا كتبت موضوع كيف يمكن العمل بمذهب أهل البيت من خلال الروايات المتناقضة هل ننتظر الإمام المهدي أم نقلد المراجع غير المعصومين فكتب هو تعليقا يقول نعم يا سيدي هنا نسأل السيد السستاني حفظه الله أنتم ذكرتم أسباب اختلاف وتناقض روايات الأئمة السيد السستاني في كتابه الرافد في علم الأصول يقول أن الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت متناقضة وهذا التناقض في كثير من المسائل طبعا في معظم المسائل هناك روايات تحلل وتحرم تبيح يعني لا تقول بذلك فالسيد السستاني يقول أن هذا التناقض في الروايات منشأه إلى عاملين داخلي وخارجي العامل الخارجي أن الروايات يكذبون على أئمة أهل البيت أو يشتبهون أو يعني ينسون أو لا يعرفون هذا يعني عامل خارجي أما العامل الداخلي فيقول السيد السستاني أن الأئمة نفسهم كانوا يلقون التناقض لأسباب عديدة يذكرها في كتابه في الرافد في علم الأصول ومن يريد يراجع وقد تحدثنا عن ذلك مرارا في الحقيقة ولذا إما للتقية إما هم يردون يعني أدهم قدرة وصلاحية أن يقولوا ما يشاءون فالشيخ طالب هادي يقول هذا يعني يقول نسأل السيد السستاني أنتم ذكرتم أسباب اختلاف وتناقض الروايات الأئمة فمن الذي يقوم بالترجيح بين هذه المتناقضات كيف نعرف المذهب الحقيقي لأهل البيت واستخراج الفتوى الصحيحة إن قلتم هذا عمل المراجع المراجع يجتهدون ويطلعون الفتوى إذن انتهى مذهب الإمام المعصومة بعد ما عندنا شيء معصوم لأن المراجع غير معصومين وجاء مذهب المرجعية غير المعصومة وهذا ما يقوله الأستاذ الكاتب وإن قلتم هذا عمل إمام الزمان في المستقبل اللي يجيه هو يطلعونه المذهب الحقيقي إذن علينا تعطيل العمل بمذهب أهل البيت إلى حين ظهور إمام الزمان أليس كذلك؟ وهذا طبعا أثار كثيرة من التعليقات والردود ونحن طرحنا بعنوان جديد ما هو مذهب أهل البيت؟ ما نعرف الآن بعد 1400 سنة نحن نجعين كيف نعرف مذهب أهل البيت؟ وهل أساسا أجل مذهب خاص كما يقول بعض الأخوة الذين نفعوا وجود مذهب لأهل البيت قالوا أصلا أهل البيت ما عندهم مذهب فخلينا نشوف أنا في نهاية الحلقة إن شاء الله أحاول أن أجيب عن ذلك ولكن الآن نطرح السؤال ونشوف تعليقات الأخوة ومن يريد أن يعلق بالحقيقة من الأخوة في البث المباشر لا نستطيع التقاط الأراء والتعليقات في البث المباشر على اليوتيوب ولكن نحن نطرح المواضيع في الفيسبوك ثم نستعرضها لكم إن شاء الله وكيف يمكن التعرف على مذهب أهل البيت من بين الروايات المتناقضة والأساطير الدخيلة اللي ما ندري هذه هي من كلام أهل البيت أو لا هذه أشياء دخيلة في مذهب أهل البيت كما قلنا هل ننتظر الإمام المهدي أم نقلد المراجع غير المعصومين وفي هذه الحالة هذا مذهب جديد مرجعي لا إمامي بعد نحن شيعة ليسوا إمامية شيعة مرجعية صايرين مذهب جديد المذهب المرجعية يقوم على اتباع غير المعصوم وغير المعين من قبل الله وليس من السلالة العلوية الحسينية أي واحد مشتهد فقيه يتبعه ويخلوه إما مرجع فقه عليهم أو رئيس عليهم حتى علي محمد يقول الأثنين غلط ولا وجود للطوائف والمذاهب في الدين الإسلامي وأنا أجبته قلت له يا أخي العجيز توجد مذاهب تدعي أنها تمثل الإسلام والسنة النبوية سواء من الشيعة أو السنة الشيعة يقولون نحن نمثل الإسلام ونمثل السنة ولكنها بعض المذاهب تؤيد حكم الظالمين وتأمر الناس بالخنوع والخضوع للطغاة ولمن يستولي على السلطة بالقوة والإرهاب بينما مذهب أهل البيت قائم على العدل والشورى ومحبة الصحابة والوحدة الإسلامية والثورة على الظالمين والمستبدين والطغاة فإذن أهل البيت أدو مذهب في مقابل بعض المذاهب الأخرى المنحارفة التي تدعي أنها تمثل الإسلام والسنة فيعود الأخ محمد يقول ولكن الله لم يحرم التشيئ والتفرق بالدين الإسلامي نعم هو الدين واحد في الحقيقة الدين واحد لدى جميع المسلمين ولكن فهم الإسلام فهم الدين أن الله يأمر بالعدل مثلا يأمر العدل فقط في العائلة أو بالسوق مثلا أو بالمجتمع أما الحكومة تكون ظالمة فليس مشكلة خلت تكون الحكومة ظالمة هذا فهم مبني على أحاديث مشوهة يعني القرآن واضح وآياته صريحة ومبادئ الإسلام واضحة أيضا في القرآن ولكن المشكلة أن بعض المذاهب تعتمد على الأحاديث وتترك القرآن وراءها ولا تلتزم بالقرآن فتلتزم به الأحاديث ولذلك صار عندنا مذاهب سواء مذاهب سنية أو مذاهب شيعية يعني المذهب الشيعي ليس مذهبا واحدا مذهب أهل البيت لذلك نحن نبحث عنه أين نجد وكيف نجد مذهب أهل البيت لأنه الآن كثير من الناس يدعون الانتماء لمذاهب أهل البيت وهم في الحقيقة قد يكونون بعيدين عن مذاهب أهل البيت ولا يعرفون مذاهب أهل البيت فالأخ فراس الناهي أيضا يؤكد على نفس فكرة الأخ على المحمد يقول لا يوجد شيء اسمه مذاهب أهل البيت بالمرة أنه ما موجود طيب شنه الموجود؟ المذاهب الأخرى موجودة أو غير موجودة هناك تعدد أربع خمس مذاهب عندنا سنية هذه المذاهب هي تمثل إسلام أو هي اجتهادات أو هي نظريات أو هي أشياء مبتدعة مثلا أو هي تمثل الإسلام الصحية يعني هذا إذن موجودة مذاهب وفي مقابلها يقال هناك مذهب لأهل البيت فما هو مذهب أهل البيت؟ المذهب أيضا ينقسم لها قسمة المذاهب عمومة تنقسم لها قسمة مذاهب تتعلق بالقضايا الفردية قضايا الأحوال الشخصية والفردية المسائل الفقهية يعني وهناك قضايا فكرية سياسية أنه ما هو النظام السياسي الصحيح هو الشورى أم الوراثة مثلا الوراثة في قريش أو الوراثة في بني هاشم أو الوراثة في العلوين والفاطمين وما شابه فإذن هناك فكر يتعلق بالوراثة السياسية أو بالفكر السياسي بالحقيقة وهناك جانب من المذاهب الشيعية والسنية جانب يتعلق بالفقه في المسائل الفردية والجزئية والشخصية أبو مصطفى أبو مصطفى يقول لا بد من يمثلهم وإلا القراطيس وضعية لأن الفكر الحقيقي له عقل يحمله والكتب لا تفي بالغرض الأخ أبو مصطفى مع الأسف الشديد ما يعرفنا بنفسه حاص صورة وردة على البروفاين ماله ولو شوية يعني يكشفنا عن حقيقة انتمائه وفكره فيبدو عليه من خلال تعليقاتي كما أفهم والله أعلم وإذا كنت مخطأ أرجو أن يصححني أنا الأخ من الأخباريين يمين إلى منهج الأخبار ومتشبث بنظرية الإمامة ولكنه لا يكمل فكرة يعني لا يكمل عملية التفكير والقول يقول أنه هذه الكتب ما تكفي الكتب لا تفي بالغرض والروايات ما يمكن نعتمد عليها طيب والقراطيس وضعية هاي الكتب كلها قراطيس وضعية طيب شنو البديد يقول لا بد من يمثلهم طيب لا بد من يمثلهم نجي وياك يا أخ أبو مصطفى وين اللي يمثلهم الآن من الذي يمثلهم الآن ليش توقف ليش ما تكمل الجواب كم مرة سألناك هذا السؤال ولكن ما تكمل التفكير عملية التفكير أنت تقول كلمة وتوقف عن نص وتغادرنا فإذا كنت يعني مؤمن بكلامك ونضج الفكرة معتك اطرحها بشكل كامل حتى نعرف من يمثل أهل البيت الآن لا تقول لي في واحد غائب هذا ما يمثل أهل البيت والأهم كنا الوصول إليه أو الاستفادة من عنده يقول أيضا المذهب طريق تذهب فيه الناس إلى الله فلابد من طريق إهدى نصرات المستقيم أي الطريق الخالي من الأول ما أدى خلاف في ذلك ويقول أيضا إذا أردت أن تعرف كل هذا عليك بالقاعدة وهي يعرف الحق تعرف أهله فإذا لم تعرف الحق يصبح الإنسان في التيه والدوام طيب شلو نعرف الحق وما هو الحق؟ هو هذا السؤال ما هو المذهب أهل البيت؟ وكيف نعرف أهل البيت؟ وهل يوجد أحد من أهل البيت الآن؟ وكيف نرتبط بهم؟ كيف نلتزم بهم؟ كيف نواليهم؟ هذه أسئلة مطروحة ولكن الأخوان الأخباريين التقليديين لا يكملون الكلام فقط أنه مقولات مجتزأة ومبتسرة ويلقوها ويرحون وخلص كأنه ريحوا نفسهم الأخ محمد الزرقاني ماذا يخاطبني ولا يخاطب الأخ أبو مصطفى؟ يقول أنت تنتقد دائما دون أن تطرح رؤية عقائدية صحيحة ومنهج شرعي واضح المعالم يعني أنا بالعاكس أنا دائما أقول يعني إذا كان السؤال موجهة لي أو النقد أو التعليق فنحن نقول أنا عندي رؤية خاصة عن مذهب أهل البيت أنهم أهم جانب في مذهب أهل البيت هو الجانب السياسي بالفكر السياسي أنهم كانوا يؤمنون بالشورى وليس بالوراثة واحتكار الخلافة في سلالة معينة وعدم القول بأن الإمام معين من قبل الله هاي فكرة أهل البيت هذا حسب نظري وحسب دراستي يعني وأعتقد أنهم إذا درسنا سيرة الإمام علي وبقية الأئمة نكتشف أن مذهبهم قائم على العدل والشورى ومحبة الصحابة والوحدة الإسلامية والثورة على الظالمين والمستبدين والطغال لماذا أقول محبة الصحابة؟ لأن الفكر الدخيل وسوف نرى مثلا أن هناك فكر منتشر الآن بين الشيعة خاصة الشيعة الاثنى عشرية أن أهل البيت كانوا يؤمنون بنظرية الإمامة الإلهية أن الأئمة معينون من قبل الله تعالى هذا الفكر أدى إلى اتخاذ موقف سلبي من الصحابة من عموم الصحابة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان سأقدم موقف سلبي من عموم بناء على نظرية الإمامة الإلهية أن الله قد عين الإمام علي خليفة من بعد النبي وبالتالي الصحابة اغتصبوا الخلافة من الإمام علي وارتدوا ونافقوا وظلموا وضربوا وضيبوا قصص أسطورية لا تنتهي هذا ليس مثل أهل البيت مثل أهل البيت قائم على الشورى واحترام تجربة الخلفاء الراشدين ومبايعة الإمام علي لهم وعدم الاعتقاد بأن الخلافة بالتنصيب الإلهي وفي نفس الوقت أهل البيت قاموا بثورة على الظالمين سواء الإمام الحسين أو الإمام زيد أو الأئمة الآخرين من أهل البيت أموماً يعني كلمة واسعة غسان الغلاييني يقول ليس لدينا إلا القرآن وكل ما عداه روايات تاريخية معظمها كادبة وتعبر عن طرف سياسي أو آخر لا مقدس إلى القرآن نعم صحيح كلامك بالنسبة كبيرة ولكن المشكلة في فهم القرآن وفي تفضيل الروايات والأحاديث المنسوبة للنبي على القرآن وبالتالي إلغاء موضوع العدل من الحكم والحكام والحاكمين الحكام مو شرط يكونون عدول ومو شرط الحاكم يكون عادل ويأتي بالرضى الأمة أي واحد يسيطر على السلطة بالقوة والإرهاب يصير ولي أمر المسلمين هذا التحريف للإسلام هذا ابتعاد عن الإسلام هذا نوع من الخروج فإحنا لا شك أنه لا مقدس إلى القرآن ولكن مشكلتنا في أنه كثير من المذاهب الموجودة حاليا وفي التاريخ تقوم على الأحاديث لا تقوم على القرآن الأخ سيف الأعظمي يقول أتفق تماما ولا أشك في هذا الكلام من جانب ومن جانب في كلامي أنه مذهب أهل البيت هذا هو لا أجده إلا في أهل السنة يقول هذا مذهب أهل البيت يتحدث عنه يا أحمد الكاتب هذا موجود في أهل السنة والجماعة على الرغم من أني لا أتبع مذهبا معينا لا أتبع إلا الحق أينما كان ولكن لو اخترنا أهل السنة والجماعة غير هذا ضحك على الذقون على الرغم من وجود محاولات من بعض الأمائم الشيعية من تبني هكذا عقائد وأفكار ولكن فرضها على المذهب الشيعي فقد باء بالفشل يا أخي العزيز سيف الأعظمي هناك التزام بالإسلام عن كل المسلمين ولكن بما يتعلق بالفكر السياسي هناك مذاهب عديدة أحمد بن حنبل يقول لأي واحد يستولي على سلطة بالقوة يصير أمير المؤمنين ويحرم على أي إنسان يبات بالليل وما يعتقد هذا أمير المؤمنين هذا في أصول السنة عنده مكتوب ومذاهب أخرى أيضا تذهب بهذا المذهب لأنها ولدت في أحضان الحكومات ولم تستطع الخروج ومكافحة نعم كان هناك المعتزلة مثلا حرار في تفكيرهم في دعوتهم للشورى في ثورتهم على الظالمين ولكن ما يسمى بأهل السنة اللي هو المذهب الحنبلي حاول أن يعتبر هؤلاء المعتزلة من أهل البدعة وخارجين على السنة والجماعة وخارجين على الكذا وبالتالي صار انقلاب على المذهب الإسلامي الأول اللي يقوم على الشورى وهذا ما كان يتفق عليه عامة المسلمين مما يسمى بسنة الشيعة بعدين أما الشيعة الآن فهم مذاهب أيضا وليسوا كلهم على الطريق الصحيح ولو يعتقدون هما يعني هما ورثت مذهب أهل البيت ولكن في الحقيقة يعني هناك في غموض يعني هما علماء المذهب مثل السيد السستاني يقول هناك روايات متناقضة عن مذهب البيت حول نظرية الإمامة مثلا هناك روايات تؤكد نظرية الإمامة الإلهية وروايات تنفيها في الكافية هي موجودة أيضا وحول تحريف القرآن مثلا روايات تنفي تحريف القرآن وروايات تؤكد تحريف القرآن فهذه مشكلة العلماء الكبار المراجع لم يستطيعوا حتى مثل السيد الخوي بالحقيقة لم يستطع أن يميز كثيرا بين هذه الروايات فكيف بالناس العاديين يعني مثلا السيد الخوي لم لم يراجع أو لم يدرس أو لم يبحث نظرية الإمامة وكان يعتقد هاي النظرية الموروثة هي صحيحة بما فيها موضوع الإمام الثاني عشر الغائب كان يعتقد بوجوده وأن كلام الأيمح حجة وكل ما يقولون كلام صحيح وهذا أول الكلام أنه كلامهم هم معصومون من الله وأنهم ألم من الله وكل ما يقولون كلامهم صحيح أو لا فيه نقاش فيما ورد عنهم حتى لو ثبت عنهم يعني يمكن واحد يقول لا كلامك هذا ما إلى مستند مثلا فالذين يدعون الانتماء لمذهب أهل البيت هذا مشكلة الآن ذلك نحن نطرح هذا السؤال ونقول فعلا هذا ما نعتقده نحن أطباع مذهب أهل البيت هو هذا مذهب أهل البيت أو لا لازم ندرس من جديد أحمد الجنابي يقول تمذهب تحذب تمشرب لكن حرام عليك أن تضيق واسعا وتتعصب لمذهبك وتجزئ الدين المذهب اجتهاد بشري ما صح منه توفيقه من الله وغير هذا هوى ومتبع بسبب العقل الإنساني القاصر مهما بلغ الكمال الدكتور أحمد الجنابي يعني ونفس الشيء بالحقيقة يعني حول كلام الأخ طالب هادي الشيخ طالب هادي هناك أيضا كان فيه نقاشات من بعض الأخوة مثلا خليل الزندي يقول استدلال ضعيف أنه الآن نتبع المراجع الشيء الثاني عشرية يتبعون المراجع وهذا مذهب اسم المذهب المرجعي مو مذهب الإمامي يقول هذا استدلال ضعيف جدا لا يطرحوه من له أدنى معرفة بالمذهب فيرد على الأخ لا يقول رد على المضمون بدلا من التهرب بكل الاتهامات يقول سأرده لأنك طلبت الرد وإلا فإن الأستاذ أحمد الكاتب يعرف حشاشة استدلاله وضعف تأملاته وبالنسبة لهذا المنشور فإن الكاتب أشكل الكاتب بالحقيقة أنا قالت كلام الشيخ هادي طالب أو طالب هادي فإن الكاتب أشكل قيام المرجعية بوظائفهم الاجتهادية على ضوء الكتاب والسنة والعترة واعتبرها تجاهسرا على مقام الإمامة أو شيء جديد يعني رغم أن جميع المراجع السابقين واللاحقين لم يتحدث أحدهم بلغة أنه محل الإمامة جلالله فرجه صحيح ولم يتحدث ولكن عمليا هم يقومون بهذا الدور بدور بإجتهاداتهم وليس بألم من الله هذا من جهة ومن جهات أخرى فإن الأستاذ الكاتب يعرف تمام المعرفة أن أي غياب يحدث في المجتمع أوتوماتيكيا يتم سد الفراغ الاعتباري بشكل مؤقت وهذا عمل مؤسسي بل أزعم أنه غريزي تلجأ له الجماعات لذلك فإن الإشكال الذي حاول توظيفه الكاتب ضحل جدا لانتفائه تاريخيا وكذلك عدم وجوده وتحققه في الحاضر وكي أضيف معلومة فإنه في حالة ظهور أشخاص يزعمون أن مقامهم هو نفس مقام الإمام كالبهائية فإن قولهم هذا يخرجهم من النظام الديني الاجتماعي لماذا بالحق؟ يعني الأخ كما أفهم من كلامه يقصد أنه المرجعية وهي مو بديل هي بشكل مؤقت أي غياب يحدث في المجتمع يسده بشكل مؤقت ولكن عمليا صارنا ألف ومئة ين سنة هذا المؤقت أطول من الدائم صار وعمليا نحن الآن الشيعة يرجعون في أخذ المسائل الشرعية في الحوادث الواقعة في قيادتهم حتى قيادتهم السياسية بدلا عن الإمامة يعني حتى نظرية ولاية الفقه هي نظرية قديمة طرحت في القرن الرابع الهجري والشيخ محمد علي بن بابويه الصدوق في كتابه إكمال الدين وإتمام النعمة في مقدمة الكتاب يناقش هاي النظرية ويردها ويقول إذا احنا قبلنا نجيب واحد فقيه ونحطه يصير رئيس علينا هذا خروج عن دين الإمامية بأن احنا مو إماميين وهذا هو الواقع هذا ما يريد أن يقوله الشيخ طالب هادي وأقوله أنا دائما أقول الفكرة الشيعة الجديد الشيعة الآن ليسوا إمامية ولا إثناء عشرية الشيعة الآن مرجعية سمهم شيعة شيعة مرجعية أو شيعة ولاية الفقيه أو شيعة ديمقراطيين أو مسلمين ديمقراطيين يعني نظامهم السياسي قائم على الشورى وليس على النص والتعيين من الله وفقهم مساعدة الفردية والجزئية أيضا لا يقوم على الألم الإلهي إنما على الاجتهاد والظن فإذن لا يوجد فرق بينه وبين بقية المسلمين من أهل السنة نعم خليل الزنجي مرة أخرى يقول لا يوجد في كتب التاريخ من استخدم مذهب البويهي لهذا نحسن الظنبك في أن نصف ما تقوله من قبيل التحليل وليس المعلومة ثانيا نحتاج لمعرفة معنى الخرافة حتى نعرف إن كانت تستقيم مع الدين أو لا لأن ربط الخرافة بتطور القرون هو إقحام أو كما يقول أهل المنطق لا دلالة لازمية بين الخرافة وتطور العصر فالخرافة موجودة بمعزن عن التطور ناهيك عن أن هناك الكثير من علماء العصر من علماء الذرة وما هو أدنى لديهم الكثير من المعتقدات الخرافية ولديهم مقدسات كقدسية البقرة إذن كلامي كلامك مرسل وعاطفي وعصبي أما مسألة استعباد الناس فطول حياتي لم أشعر يوما أني عبدا أو عبد لمرجع على اعتبار العبودية أمر شعوري يستشعر الناس أنهم عبيد لآخرين مثل ما يستشعر البعض الخشوع والعبودية أمام التطورات المادية للقرن الواحد والعشرين يا أخي العزيز خليل يعني أدنى مسألة هي مسألة وجود إنسان بفرضية افترضنا وجوده ما عندنا أي دليل على تاريخي على وجوده وهو محمد بن الحسن العسكري وقلنا أنه إمام وما شفنا ولا هو الدعاء الإمامة ولا أحد شاف حتى ينقول هذا إمام منصب معين من قبل الله ثم قلنا هذا هو باقي على قيد الحياة صار لـ 1200 سنة ويمكن بعد ملايين السنين هذا موجود بالقرآن موجود عند أهل البيت إمام الحسن العسكري كان يعرف هذا الإنسان هذا الولد مفترض إلى الملحق به زورا أم هذه أسطورة فهذه الأسطورة ولدتنا قضايا عديدة يعني نجي على مسألة استعباد المراجع للناس المراجع يقولون نحن حكام شرعيون نحن ولاة أمر المسلمين نحن يعني نواب الإمام المهدي ورادوا عليهم كرادوا علينا ورادوا علينا كراد على الله هذا صارت أبودية يعني أنت هذا المراجع ما يقول لازم تسمع كلامه حتى لو كان يخالف القرآن أحيانا الآن نشوف مثلا مسألة واضحة أبرز ثاليخ كانت موجودة الموقف من صلاة الجمعة أبرز مثل وهناك أمثلة كثيرة طبعا الله بالقرآن آية واضحة وصريحة يقول يهل الذين آمن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعى أو لا ذكر الله وذر البيع والمراجع يقول لا صلاة الجمعة مو واجبة مستحبة وحرام مكروه مكروه مخيرة كده ليش ليش تتبع هذه عبودية وقد تحدثنا عنها مثل عبودية اليهود ونصارى الذين تأخذوا أحبارهم وأربابهم رهبانهم وأحبارهم أربابا من دون الله فأنت عندما تقلد واحد أنت تأخذت هذا ربا دون الله وحتى يخالف القرآن أو يجيب لك فتاوى عجيبة غريبة أنت تأخذ فيها وما تأخذ القرآن فليش هذه معنى العبودية مو يعني عبد يبيعك ويشتريك بس أنت مستعبدك عقليا وذهنيا يجب تسمع كلاما سالم بدر يقول أغلب الروايات مخالفة للقرآن والعقل والواقع أحمد علي البصراوي يقول الإسلام ليس فيه مذاهب وإنما ظهرت المذاهب نتيجة ظروف سياسية وفكرية مرحلية وبقيت إلى يومنا هذا وكل مذاهب يقول الحق معي والآخرون على ضلال الأخ سليم يرد على الأخ الشيخ طالب هادي يقول استدلال عقيم ومقدمات بائسة كصاحبها المرجع يأتمر بما خطه له أهل البيت من قواعد وآليات واضحة يرجع عليها طيب هل قال أهل البيت بأن صلاة الجماعة يشترط بها الإمام المعصوم المعين من قبل الله حتى نعطل الصلاة الآن لأنه ما عندنا إمام معصوم معين من قبل الله ولا نائبه الخاص هل قال الرسول ذلك هل قال الله ذلك في القرآن الله قال إذا نؤدي للصلاة من يوم الجمعة بس تسمع أدان روح صلي ما قال لك إذا نادى الإمام المعصوم لصلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فشوف إحنا إذن مو ماشيين على خط أهل البيت ولا القواعد واضحة وآليات إحنا جايين مفترضين نظريات وفرضيات نظرية الإمامة أساسا نظرية الإمامة هذه ليست نظرية أهل البيت وجود الإمام الثاني عشر الغائب هذه أسطورة دخلت فيه مذهب أهل البيت وفي القرن الرابع الهجري تكون المذهب الاثنى عشري ما كان معروف ولا موجود ولا مذكور في التاريخ شيء اسمه المذهب الاثنى عشري فإذن أدنى مشكلة بالحقيقة فإجاب أن نعيد النظر وندرس ونبحث وهالحديث المتناقضة دائما علمان يفسروها للتقية شنو للتقية؟ كل شيء ما يأجبكم أو يخالف النظرية الحاملية تقولوا هذه للتقية روايات صحيحة مثلا موجودة تم صرف النظر عنها لأن هذه للتقية وهذه الشماعة التقية شماعة لتمرير النظريات السرية الباطنية المنحرفة ونسبتها لأهل البيت وفي نفس الوقت التشبث بها وترك مذهب البيت فقد يكون أنا ما أحكم الآن ولا أجزم لأنه ما يجرح أواطف الناس ولو أنا معتقد بهذا الشيء أنه هذا الشيء المتعارف عليه الآن بين الناس هذا مذهب البيت هذا ليس مذهب البيت هذا هذه مجموعة نظريات وخرافات وأساطير وأفكار منحرفة متسوسة في مذهب البيت ومذهب البيت بعيد الناس ما يعرفوا بعض الأقد وهذا مذهب البيت تعال ألطم وابكي وزور وروح وتعال وسب فلان وسب شت اشتم فلان وهذا مذهب البيت هذا ليس مذهب البيت مثل البيت حب الصحابة حسب ما جاء في القرآن الكريم عندما نجد الله سبحانه وتعالى يقول في آيات عديدة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم التوبة آية 100 وأيضا في سورة الفتح لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ليش إحنا ما يسمع الآن من ذولا ليه مختطفين المذهب الشيعي هالمشايق والمعممين والغلات والمنحرفين المختطفين مذهب أهل البيت بناء على نظريات فرضية مفترضة مثالية خيالية أسطورية بناء على نظرية الإمامة أن هاي الله عين الأئمة هؤلاء الاثناش واحد والجماعة اختصبوا الخلافة من عدهم صعدنا موقف سلبي من الصحابة اللي قال آية صريحة بالقرآن آيتين قرأت لكم الآن آية صريحة بالقرآن تترضى على الصحابة ويقول رضي الله عنهم ورضوا عنه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من هم المهاجرين والأنصار من السابقين لماذا نعاديهم لماذا نكرههم لماذا نؤلف القصص الأسطورية عليهم ونصورهم بصورة وحشية لأنه احنا ابتعدنا عن مذاب أهل البيت تمسكنا بمذاهب دخيلة وتركنا مذاب أهل البيت الحقيقة اللي قائم على الشورى الإمام علي عليه السلام عنده حديث كثيرة يقول أن الإمام اللي انتخبوا المهاجرين والأنصار وعندما قالوا له تعال إن عينك أنت خليفة بعد عثمان قالوا لهم أني لكم وزيرا خيرا لكم مني أميرة وهذا مقولة معروفة عن إمام علي موجودة في نهج بلاغة وفي كتب أخرى فإذن إمام علي لم يكن يؤمن بنظرية الإمام الإلهية والنص والتعيين وإنما هذه النظرية ألفت وعلى أساس هذه النظرية عقدنا أنفسنا وعقدنا التاريخ وصلنا نحكي أن الصحابة اغتصبوا الخلافة طيب ليش الإمام علي بايعهم؟ هجموا على بيتها ضربوا الزهرة وكسروا ضلعها وسقطوا جنينها وحرقوا باب بيتها وكذا والدخان وصلوا بالبيت حتى اضطر الإمام علي نألف قصص بعدين قسطورية حتى نقوم نعادي الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنهم فإذا ماذا بأهل البيت كما تحددنا سابقا إمام علي يترضى عليهم أهل البيت يترضون على الصحابة وعلى الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولكن إحنا انحرفنا فبعض الأخوة يقولون هذا ماذا بأهل السنة اللي تتحدث عنه نعم هذا جزء من عنده هذا هو ماذا بأهل البيت موجود عند أهل السنة ولكن ليس كل ما يوجد عند أهل السنة هو من ماذا بأهل البيت في نظريات اجتهادية أيضا تأويلات متعسفة بناء على أحاديث موضوعة جاية من عهد الأموي اللي يتفسر أنه أي واحد يسيطر على السلطة بالقوة والإكراه يصير هذا أمير المؤمنين ويصير خليفة شرعي ولازم نحن بايعها كما الآن هاي نظرية موجودة الآن مو من نظرية التاريخية ويدعون أصحابها أنهم يمثلون الإسلام ويفهمون مذهب التوحيد هذا ليس صحيح فإذن يعني يجب أن نبحث جميعا أنا لا أريد أن أفضل مذهبا على مذهب الآن ولكن أقول هناك مذهب لأهل البيت عليهم السلام مذهب الإمام علي إمام الحسين إمام زيد بقية الأئمة الذين كانوا يؤمنون بالشورى يؤمنون بالعدل يؤمنون بمحبة الصحابة والترضي عليهم يؤمنون بالقصط وحتى فكرة الإمام المهدي اللي موجودة عند الشيعة وعند السنة أيضا بهذه الصفة بغض النظر عن الاختلاف في أنه ولد أو لم يولد ولكن هاي الفكرة تقول يملأ الأرض قصطا وعدلا بعد أملأ الظلم وجورا يعني يجب أن نؤمن بأن الحاكم الإمام العادل يجب أن يقيم القصط والعدل ولا يقتل ولا يضرب ولا يعذب ولا يضلب الناس ولا يتجاوز الحقوق والحريات والاتفاقيات الشرعية التي يعقدها مع الناس الاتفاقيات الشرعية مثل الدستور يعني إذا وقعنا الدستور والحاكم أو المرجع أو أي واحد وقع اتفاقية مع الناس وما يجوز يتجاوزها بعدين ويسحقها وينساها ويبوشها يجب أن يلتزم بها فهذه اتفاقيتهم شرعية بين الحاكم والمحكوم هذا هو مدفع للبيت يجب علينا أن نبحث عنه بإجتهاد نجتهد ونفكر وندرس ولا نقلد أحدا المشكلة أن بعض الناس يقلدون يكتفون بالتقليد نقولك هذول العلماء يفهمون بعضهم يفهمون كل شيء لا خطأ هذا العلماء إما أنهم لا يجتهدون وكثير منهم يقلدون أو أنهم يتوصلون إلى بعض الحقائق ولكنهم بعد ذلك لمصالح مادية ومصالح سياسية واجتماعية وضغوط وكذا لا يقولون الحق وينشرون الباطل أيضا في نفس الوقت فإن شاء الله تكون هناك ثورة ثقافية حتى نستطيع التعرف على مذهب أهل البيت الحقيقي الذي يوحد بين المسلمين هذا هو مذهب أهل البيت مذهب أهل البيت يوحد المسلمين أما المذاهب الأخرى يمينا وشمالا عند السنة وعند الشيعة فهي التي تفرق بين المسلمين ولا أدري إذا أستطيع أن أخذ بعض المداخلات يلوموني بعض الأخوة يقولون أنت مت متراعين في هذا البث المباشر نعم محمد الجبوري يقول دين أهل البيت على دين محمد لا شك الدين ما عندنا خلاف به إنما خلاف في فهم الدين من حسن حظي أني تعرفت على فكر كالني رسعد مساك سمير ناصف ماذا بأهل البيت وفي السماء يعني بعض التعليقات لأنه لذلك نحن نتجاوزها لأنه بعض التعليقات عنيفة مع الأسف الشديد أو مضرة يعني أحنا أهل البيت ليسوا حزبا سياسيا أو مذهب فقهي فهم جزء من مرحلة زمنية مباركة وهذا هو رد الشيخ البوطي على غلاة الوهابية أنما أرادوا احتكار مفهوم السلف فرد بكتاب السلف مرحلة زمنية مباركة وليس مذهبا الأخ فولو رشيدة محمد يحيى الدوسي الزهراني يقول أهل البيت اتباع محمد والخلفاء الراشدين وسائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نحن قلنا هذا الكلام قبل أن تقوله ونحن نأييدك فيما تذهب إليه نعم على حال نشكر الأخوة المعلقين والمتداخلين والمستمعين أيضا ونأمل أن إن شاء الله نتعرف على مذهب أهل البيت الحقيقي الذي يوحد بين جميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة